اختتمت دورة الثالثة والعشرون للألعاب الأولمبية الشتوية في ملعب بيونتشان الأولمبي بكوريا الجنوبية مساء أمس الأحد بصفتها دولة المستظفة للدورة التالية من الألعاب الشتوية قدمت الصين عرضا فنيا استمر لمدة ثمانية دقائق تحت عنوان الالتقاء في بكين عام الفين واثنين وعشرين كما وجه الرئيس الصيني سيت جينبين عبر الفيديو دعوة قلبية لكل العالم للالتقاء في بكين عام الفين واثنين وعشرين تم تقديم عدد من العروض الفنية الرائعة في الحفل الختامي الذي يقيم في ملعب بيونتشان الأولمبي عيث شاهد اللاعبون والمتفرجون اختتمت دورة الثالثة والعشرين للألعاب الشتوية في بيونتشان الكورية الجنوبية وفي ختام الحفل دفع العرض الذي قدمته الفرقة الفنية الصينية الجو الاحتفالية في الملعب إلى ذروته عيث قام اثنين وعشرين رياضيا صينيا بممارسة التزلج على المسرح أظهر مسارهم الثقافة التاريخية والمعالم الحديثة للصين عبر فيديوهات عالية التكنولوجيا ثم ألقى الرئيس الصيني شي جنبين كلمة عبر الفيديو عبر فيها عن ترحيبه مع أبناء الشعب الصيني بالأصدقاء من نحاء العالم وللالتقاء في بكين عام الفين واثنين وعشرين ثم ظهر مغلف كبير وسط المسرح حيث وجع الرئيس شي وأبناء الشعب الصيني دعوتهم لكل العالم وقبل بدء العرض الفني الصيني سلم رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ العالم الأولمبية إلى عمدة بكين تشينجي نين وتم عزف النشيد الوطني ورفع العالم الصيني في الملعب ترجمة نانسي قنقر